بنذكركم إن احنا قلنا لكم شوية إجراءات تساعدنا جدا 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 في رحلتنا للتفاهم مع أولادنا ليه بنأكد عليها؟ لأن كتير مننا محتاجين هذه الإجراءات عشان نقدر نتعامل بيها بشكل واضح مع أولادنا عشان تبقى عبارة عن دعم لنا عشان نقدر نوصل لدعم أولادنا والتفاهم معهم أول إجراء لازم نخصص وقت الأولادنا نتكلم فيه ونتحاور ويبقى دوة عامل بالزبط زي الأوقات المهمة في حياتها أوقات مش ممكن أبدا نتهاون فيها ولا نتساعد لا لازم نخصص وقت الأولادنا ولو يكون ساعة كل أسبوع نتكلم ونتقارب فيه عشان وجهات النظر تتقارب تاني حاجة لما يكون فيه حاجة محتاجة أن احنا نتناقش لازم نتناقش ولما أولادنا يقولوا أفكار أرجوكم الأفكار الحسنة امدحوها ويسنوا عليها وحاولوا تبنوا عليها ما تبتدوش الأفكار من أول جديد وكأن أولادكم ما قالوش حاجة لكن ابنوا على الأفكار اللي قالوها أولادنا تالت حاجة وده شيء مهم جدا 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 بعد ما نتناقش يبقى أنا خصص لهم وقت ونتناقش معهم كمان تالت إجراء مهم جدا جدا لازم نعمله أن احنا طول الوقت بشكل واضح مع أولادنا لازم نتعامل بشكل ما فوش أي نوع من أنواع الإساءة لكن يكون فيه اهتمام بالغ دائما تعالوا نبتدي مع حضراتكم ونتكلم وإحنا كمان محتاجين شوية مهارات عشان نتفاهم أولادنا ونوصل لإمكانية تبادل المعرفة والتعامل الرشيد مع أولادنا ترجمة نانسي قنقر